ايه ده بيروس انت قادل وحدك ليه كده في حاجة ولا ايه بيروس مفيش حاجة يا ويس مفيش حاجة خالص انا الحارس بتاعك وعايش معاك بقى لي سنين وزين ويسامة معيني انا مخصوص عليك تقوم تقولي مفيش حاجة وبتضحك علي انا متأكد اني في حاجة قولي ايه اللي مدايقك مخلاص بقى يا ويس قلتلك مفيش حاجة بيروس انا عايش معاك بقى لي الف سنة وحافظك كويس جدا اكتر حاكم دمر انا حافظه انت بتقولي ايه ما هي دي المشكلة هي دي المشكلة يا ويس ان انت تمات الالف سنة هو ده اللي مدايقني انا ما كنتش عايزك تتم الالف سنة عشان كده الموضوع ده انا كنت حاسس ان هو ده برضو اللي مدايقك خب بالك هو ده القدر هو ده القدر يا بيروس انا متعين ان اكون حارس تحاكم الدمار الف سنة وبعد كده قوتي هتروح وهبقى ضعيف جدا فانا عايزك ما تزعلش خالص هو ده القدر يا بيروس تبو انت المفروض هتعمل ايه يا ويس هتعمل ايه مين اللي هيتعين بعديك انا مش عايز حد اتعين بعديك يا ويس ويبقى حارس ليا كنت عايزك انت بس اللي معايا متقلاش خالص يا بيروس انا محضر لده كله هو انت فاكر ان انا بمرن غوكو وفي جدا من غير سبب هل كده مثلا بالحب يعني لا طبعا انا بمرنهم علشان اشوف مين اللي يقدر يبقى حارس لحاكم الدمار بعديا في جدا ولا غوكو انا برضو كنت مستغرب عمال اول انت بتمرن فيهم ليه ماتيلاش ماتيلاش انا واثق فيهم هما الاتنين وانا متأكد انه هما هيبقى اقوية زيه لاني طبعا لازم يكون حارس حاكم الدمار اقوى من حاكم الدمار ذات نفسه وانت عارف ان غوكو اتقل الغريزة الفائقة ودايما في جدا بيتحدى غوكو يعني فيه منافسة قوية جدا وانا متأكد ان حد فيهم هما الاتنين هيقدر يبقى حارس لحاكم دمار لما نشوف لما نشوف يا ويس اه اه انا يا ربيض عمري ما استسلم ابدا يا غوكو عمري ما استسلم ما انت مش هتقدى علي لازم لازم ابقى احسن منك يا غوكو هفضل اتمرن لحد ما احاول ابقى احسن منك واقضي عليك مش معنى ان انت عاد قانت الغريزة الفائقة هتبقى عمالي لا انا هاوريك اتقل حقيقي هههي انت فاكر ان انت كذا بالقوة دية في جتة هتقدر تهزمني ابدا انا غوكو متكن الغريزة الفائقة مش ضعيف زيك انت ما ما اتمرنت يا في جتة مش هتقدر علي ابدا ولا انتو اي رأيكو اصحابي انا متأكد انو مش هيقدر علي خالص انا هوريك يا غوكو انا هوريك فاينال فلاش اه اذا هو الزعين جيري هنا انا كنت تدربه قدامي قلتلك يا فجدة عمرك ما هتقدر علي ولا حتى سرقتك ولا حتى قوتك هتقدر تهزمني انا اسرع منك بكثير طول ما نموت كن الغريزة الفائقة انا لحد دلوقتي مستغرب انت زي عندك الكمو والصنعة دي لاني زي ما قلتلك يا فجدة انا هفضل دايما سابقك بخطوة ما سير اهزمك ما سير اهزمك يا غونكو لان فعلا انا المفروض ابقى عمين السيان مش انت ما هي الفكرة في كده يا فجدة ان انت على طول دايما كده مغرور ودايما شايف نفسك اقوى واحد في السيان وهو ده اللي مخليك فاشل ومخليك ضعيف انا غوكو اقوى بكتير دماغك تفل دماغك تفل جدا يا غوكو بطعت عليكوا لحظة مهمة ولا ايه انتوا بتعملوا ايه كنتوا بتتمرنوا ايه ده ويه السامة الحمد لله على السلام انت جيت امتى دي السا جاي حالا كنت بتتمرنوا ولا ايه ايو احنا كنا بنتمرن وزي العادة طبعا انا باهزم دايما في جدة على طول يا ويه السامة مفيش منه كلام دا يا ويه السامة انا اللي كنت هزمه انا اللي كنت هزمه انا امير السيان اتفضل طول عمرك كده مغرور يا في جدة هو ده اللي مخلي غوكو اقوى منك مع ان جواك داك رهيبة جدا بس الفكرة ان غوكو قلبه طيب فاطقن الغريز الفائق جوا جسمه نفس الكلام اللي انا قلته له عالى فكرة يا معلّمويس هو بردو مابيسمعش الكلام عايز ايه يا معلّمويس عايز ايه اللي كابك هنا عايزكو تيجو الكوكب عندي علشان أقولوكو على خبر مهم جدا وعالى فكرة الخبر دا معتمد عالى قوت كنتم الاتنين من اقوى من تاني يبقى انا طبعا لاهكسب انا طبعا لاهكسب يا معلّمويس مفيش منه كلام دا انا لاهكسب يا معلّمويس مش غوكو مهو الموضوع مش بالكلام الموضوع ده هيبقى بالفعل وهتحربوا بعض قدامي بس بعد فرصة كبيرة جدا وبعد ما تدكنوا الكوة بتاعتكو يلا بقى تعالوا الكوكب بتاعنا علشان بيروا السامة حاكم الدمار مستنينة يلا بينا يا معلم ويس يلا بينا واو ايه ده هو بيروا السامة وقف كده بعيد ليه هو اللي نخليه وقف لوحده كده يا معلم ويس ده موضوع كبير ما هو ده الموضوع اللي انا احكوه لكم انا مش عارف يا معلم ويس متيحك عن اطول ليه بتحبك كده عن اطول انك تشوقنا اهدأ في جدة اهدأ مش بالطريقة دي عمرك ما هتبقى بطل طول ما انت مغرور وطول ما انت متسرع لازم تبقى هادي هادي يلا انا هادي اهو وريني يلا بقى عايز تقول ايه انا مش عارف اولا ما يكون بيروس سمم الدايق اذا في حاجة مهمة جدا يا بيروس يا بيروس انت قلم دايقك في ايه في حاجة ولا ايه يا بيروس بس بقى يا غبي بس انا مش عايز اسمع صوتك انت غبي جدا مش عارف ايه انها يحصل انت دايما كده بتحب الهزار انت دايما كده بتحب الهزار ما بتقدرش خطونة المواقف ايه ده انا مش فاهم ايه خطونة المواقف ايه هو في ايه يا بيروس انت اللي مدائك جد في ايه اصلي ويه السماء هو جبنا بنفس الحد هنا علشان نعرف الموضوع المهم اللي مدايقك واللي مدايقه ويه السماء هيقول لك ويش سمع هيقول لك لان الموضوع خطير جدا فوق ما انت تتخيل موضوع خطير خطير في ايه يعني؟ هو عتقول لي بتريد اكوان هبقى مبسوط جدا هبقى مبسوط وهقابل تاني هقابل تاني جيرن علشان افايته وحاول اهزمه بقى المراتي اهزمه الواحد بجد مش بقولك تافي تافي جدا يا غاكو معلش خلاص انا لما اروح بقى اشوف المعلم ويس عايز دي عشان افهم منه الموضوع يا نهر ابيض مبعرفش اخب منك اي حاجة خالص مفيدة يا بيرو السامة دايما كده غامض احكي لي بقى يا معلم ويس في اين بيحصل قولي انت جايبني هنا ليه؟ انا جايبك هنا انت وفيجيتا علشان اعرفكم حاجة مهمة جدا وهي اني خلاص اني مش هبقى حارس حاكم دمار تاني ايه ده؟ ام المين هيبقى حارس حاكم دمار انا مش فاهم مين يعني هيبقى حارس حاكم دمار ازاي انت هتمشي وتسيب بيرو السامة ايوه ازاي فعلا هتمشي وتسيب بيرو السامة وما المين هيبقى حارس حاكم الدمار؟ حد منكم انتو اللي اتنين اللي هيبقى مكاني اه؟ ايه ده؟ اللي انت بتقوله ده يا معلم ويس مش هينفع طبعا ماينفعش يبقى حد مكانك لان انت اصلا اقوى من حاكم الدمار وانا قوتي يا دوبك بس اتعلمت الغريزة الفائقة ازاي بقى حد فينا حارس حاكم الدمار انت اصلا انت تقدر تهدي على بيرو السامة بدربة واحدة بس على فكرة على فكرة يا اخوكو دايما بتتكلم على انساس ان انت القوي وتبقى انت الحارس حاكم الدمار انت ناس ان في جدة معاك ولا ايه؟ لان طبعا اقوى منك يا في جدة وانت عارف كده كويس اي حاجة انا هبقى الاول عليك على طول مش بقولك انت مستفز جدا يا اخوكو انا اقوى منك لا انا اقوى منك انا اقوى منك انا اقوى منك انا اقوى منك على الا الا لموتك الغريزة الفائقة انت لسه ما تعرفش تستعملها اساسا استفزيتك صح؟ بس بقى اخبي انتو الاتنين اسكوتوا ادوا الموضوع اهتمام الموضوع كبير جدا خلاص خلاص اهدوا بقى كفاية بطلوا بقى اخنا انتو الاتنين انا هقولكم القصة من اولها الفكرة كلها ان زينو ساما اول معيني حارس حاكم الدمار طبعا قال انت اخرك الف سنة بس بعد كده قوتك لازم تتنقل لواحد انت اللي تكون شايف انه جدير انه يحمل القوة بتاعتك دي وطبعا انا لحد الوقتي مش عارف مين اللي جدير بحمل القوة بتاعتك فطبعا القوة بتاعتك دي انتو عارفين ان انتو لو حد فيكو خدها هيبقى اقوى بكتير من بيروس ساما لانه هيحرس حاكم الدمار انتو فاهمين؟ واو طب واحنا ايه طيب علاقتنا يا معلم ويس انا مش فاهم يعني ما هو انتو كنتو فاكريني اني بمرقكم بالحب يعني لا طبعا انا كنت عايدة شوف مين اللي هيقدر يمسك مكاني حارس حاكم الدمار فطبعا قلت مران كنتو اللي اتنين لاني شايف اللي انتو اللي اتنين اقوى ساقيان شفتوهم في حياتي وممكن تكونوا اساسا اقوى من بيروس ساما ايه ده هو ايه يا ويس اللي انت بتقوله ده ماينفعش وانا واقف تقول عنها الكلام ده انا حاكم دمار مقصودش يا بيروس بس انا بقول الصراحة يعني خلاص لاحظ ان كلامك جارح طب واحنا طيب يا معلم ويس مطلوب مننا ايه دلوقتي علشان تدي الطاقة بتاعتك دي لواحد مننا ان انا هدلكو بالزبط مهلئ اسبوع تكونوا اتمرنتوا فيها وطورتوا قوتكو جامد جدا لان انتو اللي اتنين هتخشوا قتال قدامي اقوى بكتير من كل اللي انتو حربتوهم في بطولة الاكوان زي جرن مثلا جرن بالنسبة لضعيف جدا فانا عايزكم تتوروا من قوتكم واتتوروا من طاقة الكيبة ابتاعتكم وبعد كده هتقولي بعد اسبوع علشان تحربوا بعض واللي هيكسب هو اللي هياخد قوت حارس حاكم الدمار ويس سامة واو طب وانت بعد كده طيب يا ويس سامة المفروض ان انت هتعمل بعد ما تديناك قوة سواء مثلا انا او في جتة انت هتعمل ايه ابدا هقيش في سلام وارتقاح وهعض من غير اي شغل لان ده بالنسبة لي شغلي رهيب جدا ان انا روح مع بيروس كل حتة واني ادافع عنه فده بالنسبة لي تعب كبير جدا هرتاح وهعض بعيد عن المشاكل دي كلها واو ايه الموضوع جامل جدا هيبقى عندنا طاقة رهيبة جدا يا في جتة هيبقى عندنا طاقة رهيبة جدا تقصد هيبقى عندي طاقة رهيبة جدا مش عندنا فما تجمعش لما نشوف لما نشوف يا في جتة بتتكلم بسكة رهيبة جدا وانا كده كده اصلا هتكون طاقة الغريزة الفائقة اكتر ما انا اتقنتها ده انت اصلا ما كنتش عارف يعني تضربني ضربة واحدة في الارض انت ناسي ولا ايه خلاص بقى خلاص خلاص ده انت ريخم جدا ريخم جدا يا غونكو ايه تبكت يلا دلوقتي انا هواديكو كوكب الارض ويس تعتقد مين اللي هيفوز يا ويس ومين اللي هياخد الكوة دي خد بالك انا خايف الكوة دي تقع في ايد واحد غلط حتى انا وغونكو انا لحد دلوقتي مش عارف ملا هيكسب بس ما تلقش حتى لو واحد اضعف بالتاني وحسيت ان التاني شرير مش هديلوكوة بتاعتي ما تخافش ما تخافش يا بيروس لما نشوف لما نشوف يا ويس واو ايه رأيك في الكلام اللي انت سمعته ده في جتة عايز اقولك ان المتأكد ان كتادي الاسبوعي الجاي هي بقى احلى فايت بيني وبينك ولا انت ايه رأيك انت فاكر ان انت هتعرف تيزيمني يا غوكو انسى انسى وبعد كده اصلا مشان اتمرم مع بعض علشان ما تعرفش مدى قوتي ونقطة ضعف الجديدة لان هغير طريق التمرين خالص علشان ما تعرفش تيزيمني هناك او ايه ده في جتة انا عامل حسابي ان انا هتمرن معاك زي ما انا على طول بتمرن معاك انا هتمرن لوحد يعني ولا ايه ايه المتع في ان اتمرن لوحد مش فاهم وازي هتمرن لوحد مثلا هلعب مع الهوى مثلا ولا ايه مش فاهم ماليش دعوة انا الوحدي وانت لوحدك انا كده كده هتمرن تمرين شديدة انت ما تعرفش تتمرنها وفي الاخر بتبقى اضعف مني غير ان انت كمان عملت بيك غرفة الجاذبية وجاذبيتها جديدة جدا انا متحكش عليك لما دخلت مرة كانت صعبة جدا ومع ذلك برضو اضعف مني لسه في جدة عامل لك ايه طيب هتتمرن زي تمرناتي قلت لك هتبقى قوي انت على فكرة كلامك بينرفزني بقولك ايه انا همشي دلوقتي وما ليش دعوة بيك لان انت بتنرفزني اشوفك بعد اسبوع هو بيعملني كده ليه انا مش فاهم انا ذات نفسي مش تغرب اصلا من المعاملة بس يفكوكم الموضوع ده انتوا ايه رأيكم لو انا كنت اتمرنت معاه فهل هيبقى احلى لو انا كنت اتمرنت معاه ولا لو انا اتمرنت لوحدي عشان بصراحة محتر جدا بس انا احلى حاجة ان انا مش لوحدي انا معيا كل صحابي وية ما ساقس عدب كميات زيادة عملين ايه يا احلى الناس في الدنيا يارب تمكونوا كويسين فقاللكوا ايه بقى ماتنسوش قبل ما تكمل الفيديو ده هنصلي عناب عليها اببر السلام والتاني حاجة ماتنساش اللايك بتاعك اللايك بتاعك اكتر حاجة بتدعبني جدا وبشكركم جدا 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 لاننا قربنا نوصل لعشر تلاف مشترك بشكركم جدا بجد ومش عارف اقولكم انا فرحان قد ايه ان احنا نوصل لعشر تلاف مشترك بجد بجد بحبوكو جدا ولو انت اول مرة تشوفي اشترك بقى في القناة علشان تبقى واحد من جيش البيكوية بقولكو ايه بقى انا متأكد ان انا هازم في جدة في الكتال الجاي وهيبقى عندي قوة حارس حاكم الدمار هبقى قوي جدا 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 مع الغريزة الفائقة هبقى اقوى بكتير من في جدة وساعتها مش هقدر اتكلم معها كلمة واحدة بالطريقة الوحشة دي لان لو تكلمها بالطريقة الوحشة دي ها 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 ديله على دماغه على طول يلا احاول بقى اتمرن لوحدي واحدة واحدة انا معرفش هتمرن ازاي لوحدي واحدة واحدة بقى هفضل اتمرن كده لوحدي طالما في جدة مش هعيز اتمرن معايا هتمرن وقوي طاقة الكي عندي وهقوي كمان الغريزة الفائقة علشان اقدر اهزم في جدة بدربة واحدة هعمل بقى زي ما المعلم ويسأل لي ركز طاقة الداخلية كلها جواك وساعتها قوة الغريزة الفائقة هتبقى اقوى بمراحل ودلوقتي نبتدي نتمرن انا مش عارف مش عارف اعمل ايه مع اغوكو انا الصراحة متحكش عليكو برضو متحكش عليكو حاسس ان اتهزم لان اغوكو مدكن الغريزة الفائقة وانا لسه اصلا مش بعرف استعمل قوة الغريزة الفائقة مش عارف مش عارف اعمل ايه انا جات لفكرة لازم لازم ادور على قوة رهيبة علشان اقدر اهزم غوكو بدربة واحدة هو ده الحل اعتقد ان هو ده المكان اللي هيساعدني هو ده اللي هيديني الطاقة اللي اتخليني اقدر اهزم غوكو اهلا بيك يا اورنس انا جات لك تاني وعايز اطلب منك طلب مهم جدا وايه اللي في المقابل اللي ممكن اخده منك لما نفز الطلب بتاعك هتطلب مني طلب واحد وساعتها هقدر اعمله لك لان هيكون في ايدي كوة رهيبة جدا انا مش فهم حاجة من اللي انت بتقوله بس ايه انت طالب ايه في جدة طالب منك انك تديني كوة تخليني قاضي على اخوكو بس انت عارف انه قوتي هي قوة ظلام والطاقة اللي هتهالك من جسمي هتبقى طاقة شريرة فممكن تأثر عليك ما تقلقش ما تقلقش يا أورانس انا متأكد اني مش هتقصر عليك مش هتقصر عليك ايه انا شايف الغلة اصلا والحقد في قلبك كمان هتاخد الطاقة بتاعتي مش هتشوف قدامك يا في جدة مش مهم مش مهم بس اهم حاجة اني ااخد القوة اللي انت هتدهالي دي وتخليني اقضي على غوكو ويبقى عندي قوة رهيبة جدا اللي انت شايفه يا في جدة خد القوة هيا دي القوة ولا بلاش يلا بقى يلا يا في جدة انت وغوكو كلوقت انك تفايته بعد وتوروني منها هيزم التاني بس بكل شرف مش عايز اي ندالة في الفايت يلا وروني نفسكو وريني نفسك يا غوكو وريني نفسك دلوقتي دي منين خلاص استسلم يا غوكو لان هو دلوقت اللي انا مفوضة ستيلن فيه قوة حارس حاكم الدمار انسى انسى ابدا يا في جتة مكنتش اتوقع اني ابقى عندك قوة بالشكل ده بجد انا هوريك دلوقتي القوة الحائية ودلوقتي انت لازم تشوف قوة الغريزة الفائقة مهما عملت مش هشتreفتقض علي ابدا يا غوكو خلاص زيماني قاطيته عليك يا في شتة انتفاكر ان انا بطيء زي الاول يا غوكو واسرعتك اقوى انسى انا دلوقتي عند كوى اقوى بكتير من قوتك اهه ااذا انت جيت هنا اساسا اذا السرعة دي لازم اقضع عليك يا غوكو لازم اقضع عليك خد اه 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 ايه ده هو في جيتة بقى كله غلي كده ليه مش عارف مش عارف ياويس انا في جيتة ما بقتش متطمن له ايه القوة الغريبة اللي عنده دي على فكرة انا حاسس انا حاسس بحاجة غريبة جدا اتجاهه مش متطمن وانت ياويس اديني دلوقتي القوة انا اللي كسبت اديني يا انا القوة اديني يا انا القوة ياويس لا يا في جيتة انا حاسس بحاجة غريبة فيك جدا انت انت بقش على طبيعتك هو ايه اللي حازز بحاجة غريبة نحيتي في ايه اديلي القوة يلا لا مش هديك القوة مش هديك القوة يا في جدا انت انت بايت غريب جدا هو ايه اللي مش هديك القوة يبقى انت كده عايز تموت عايز تموت موت موت يا وقس انت عديت حدودك يا في جدا وانا حاكم دمار نسيت انك وايف قدامه ولا ايه انا اقوى انا اقوى منك يا فيروس يبقى انت عايز تشوف القوة الحقيقة بيروس انت عملت انت موته ولا ايه بيروس خلى في جدا بس يغمع عليه بضربات معينة بس الحك دي بقى مليه خالص ما انا مش عارف الحك دي مليكة ده ليه اساسا بس بلا عليك سامح يا معلم ويس بلا عليك سامحه لانه طيب برضو انا متأكد انه جواك ويس ما كنتش متوقع منه كده ابدا انا من زمان حاسس ان في جدا عنده الغل والحقد فعلا ودي حقيقة وقال ايه كان عايز يموت ويس سامة فكني تربوش معلش معلش يسامحه عشان خاطري يسامحه ويسامحه وقلاص طب اقولكو ايه احنا هنعملي دلوقتي احنا مسمحينه احنا مسمحينه احنا مسمحينه بس بقولك ايه انت دلوقتي لازم تاخد القوة لازم تاخد القوة بتاعت حارس حاكم الدمار قبل ما يصحى علشان ما يعملش مشاكل تاني ماشي يا معلم ويس ماشي مع اني كنت نفسي في جدا يكون حاضر الموضوع ده يالله انا جاهز انا اسف انا اسف يا غوكو انا اسف يا بيروس سامحوني لان انا كان غصبة عني وحكت وغل مني سامحني يا غوكو انا عن نفسي سامحتك يا في جدا عادي يعني خلاص اه وانا كمامي سامحك ام الفين ويسامة ويسامة مقضي الاجزة بتاعته وبس كده ويكون فيديو النهاردة خلص يارب بيكون الفيديو عجبك ما تنساش بقى اللايك بتاعك ولو انت لسه ما اشتركتش اشترك بقى في القناة علشان هنازل فيديو تاني بازن الله و سلام اشتركوا في القناة